سباق التصعيد وتحسين الموقف العسكري قبيل المفاوضات السياسية هكذا يبدو المشهد الميداني ومعاركه المندلعة في عدد من جبهات القتال المفتوحة محافظة الحديدة التي تعد شريان الدعم الرئيسي لميليشيا الحوثي عبر البحر مثلت بوابة التقدم للجيش الوطني والتحالف حيث تمت السيطرة على مداخل المدينة ومخارجها المناطق التي أحكم الجيش سيطرته عليها في المدينة شملت كلية الهندسة وشارع الخمسين ومدينة الصالح السكنية إلى جانب دوار المطاحن وتمكنت القوات من السيطرة على حي سكني جنوب مستشفى 22 مايو وباتت القوات على بعد نحو خمسة كيلومترات من الميناء الاستراتيجي للمحافظة وفي محافظة صعدة المركز الوجودي لبداية تأسيس حركة الحوثي تخوض قوات الجيش الوطني فيها معارك عنيثة قرب مثلث مران معقل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وأحرزت القوات تقدما في مناطق اتباب الحمراء وسلسلة جبال أنمار وهذا التقدم يقرب قوات الشرعية من مركز مديرية كتاف أما محافظة البيضاء المنسية طويلا من الدعم العسكري لم تكن بمعزل عن تقدم الجيش حيث تركز التقدم في أربع مديريات هي الملاجم والسوادية ونعمان والعبدية بعد أن شارك فيها ستة ألوية عسكرية حققت تقدما ميدانيا كبيرا أنتهى باستعادة جبل دير والسيطرة على جبال صوران والكبار في الظالع أيضا لم يكن المشهد مختلفا عن باقي الجبهات المفتوحة حيث أعلنت قوات الجيش سيطرتها على مدينة جبن بعد تنفيذها عملية عسكرية واسعة شمال شرقي مدينة دمت وحررت مواقع عديدة في القطاع الغربي للمديرية منها جبل ناصة والمعصر ورمة وبحسب المصادر الميدانية فإن قوات الجيش سيطرت على موقع خارم القريب من قرية الحقب وهو المكان الذي لا تزال فيه المواجهات قائمة بين الجيش وميليشي الحوثي ترجمة نانسي قنقر